الميزان الصرفي للكلمات من فعل مجرد حقاً رائع، رائع ذهب على وزن فعله يا إلهي، هذا أجمل من ميزان الذهب حتى رهيب، يا له من ميزان مفيد لم أعد وحيداً في هذا الكشك بعد الآن سيأتين الزائرون من كل مكان ليزنوا كلماتهم عندي فلا أظن أن أحداً لديه هذا الميزان بعد أوه، جميلة هي اللغة العربية وميزانها أجمل أنتم هنا؟ تتابعونني؟ أهلاً وسهلاً هل أعجبكم ميزان الجديد؟ نعم، إنه لوزن كلمات اللغة العربية لكن لا يعمل بالكيلو اسمه الميزان الصرفي للكلمات ويعمل بالحروف وعن طريقه نستطيع معرفة الأصلي والزائد والمحذوف من حروف الكلمة وبما أن معظم الكلمات العربية مكونة من ثلاثة أحرف فقط فإن الميزان الصرفي يعمل على ثلاثة أحرف أيضاً هذه الأحرف التي نزن بها الكلمات هي الفاء والعين واللام فإذا أردنا أن نزن مثلاً الفعل كتب قابلنا حروفه بالحروف الثلاثة الفاء والعين واللام هكذا كتب ثعل لا في الميزان الكاف تقابل الفاء وتسمى فاء الكلمة والتاء تقابل العين وتسمى عين الكلمة والباء تقابل اللام تسمى لام الكلمة كتب فعل إذن كتب على وزن فعل ولكن ليست كل كلمات العربية بنفس هذا التشكيل طبعاً لذا ستختلف حركات الميزان فقط باختلاف حركات الكلمة واليوم سنتحدث عن الكلمات المجردة من أحرف الزيادة وأنتم تعلمون طبعاً ما هو المجرد والمزيد انظروا جيداً سأبدأ بالأفعال الثلاثية المجردة إذا كان الفعل ثلاثياً مجرداً فإننا نقابله بحروف الميزان بنفس تشكيل الحروف فلو وضعنا الفعل فهيمة في الميزان ماذا نجد؟ تعالوا لنرى فهي ما فعي لا نعم جميل فاعلة والآن لنرى الفعل كرومة رائع حقاً كرومة فاعلة كرم فعل كرومة فاعلة والآن هل تستطعون أن تحزروا ما وزن هذا الفعل يا ترى؟ الفعل شد نعم نعم ماذا قلتم؟ أها صحيح فاعلة كيف ذلك؟ لاحظوا معي إذا كان الحرف الثاني من الفعل مضاعفاً بحرف أصلي مثل شد فإننا نفك تضعيفه في الميزان فالحرف المضاعف عبارة عن حرفين فأصل شد هو شدد وعلى هذا المنوال يكون وزنها فعالة شد فعال روعة هذا الميزان حقاً هل تشاركون الرأي؟ إن كنتم لا تشاركون الرأي فالآن ستشاركون إعجاب به لأنكم ستتفاجأون بما سيأتي ماذا إذا كان الفعل رباعياً مجرداً؟ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ وكيف نقابل حروفه بحروف الميزان؟ والميزان ليس لديه سوى ثلاثة حروف فما الحرف الرابع هنا؟ احزروا لم تحزروا حسناً بسيطة إذا كان الفعل رباعياً مجرداً مثل زلزلة نستخدم حرف اللام ونضيفه إلى فعل ليكون الحرف الرابع يعني زلزلة تكون على وزن فعللة جلزلة فعللة ومثلها جخرفة فعللة وسوسة فعللة والآن ماذا إذا حذف حرف من الفعل؟ ماذا نفعل؟ هيا هيا تفاعلوا معي الأمر مثير حقاً أحب تفاعلكم يا هذا الجيل انظروا نعيد الكلمة إلى جذرها الثلاثي ونحاول وضعها في الميزان ثم نحذف الحرف الذي يقابلها في الميزان الصرفي قل جذرها قولة ووزن قولة فعلة إذن الحرف المحذوف في الميزان هو العين عين الكلمة تصبح هنا في الميزان قل فل وإذا قلنا قف سنجد أن أصلها وقف ووزن وقف فعل إذن المحذوف هنا هو حرف الواو والذي يقابل حرف الفاء في الميزان فنقول قف على وزن عل قف عل طيب إذا كان المحذوف حرفان نعم نعم حرفان لماذا استغربتم مثل الفعل قي ببساطة جذر قي وقى مثلا وقى وزنها فعلة فما المحذوف هنا طبعا طبعا الفاء واللام قي عي لنضعها في الميزان انظروا وزن قي هو الحرف الباقي عي هذا كل شيء عن الأفعال المجردة لكن هل تعلمون أن الأسماء لها أوزان في الميزان الصرفي أيضا؟ كيف تعامل الأسماء في هذا الميزان يا ترى؟ لنزل لنزل اسما ونجرب معا ونتبع نفس حروف الميزان درس جذرها درس نضعها في الميزان فنجد نفس الأحرف في مكانها أيضا ونغير الحركات كالعادة فقط إذن نتبع نفس القاعدة هنا أيضا درس فعل درس فعين لن درس فعل لكن أريد أن أخبركم شيئا مهما التاء المربوطة ليست حرفا أصليا لذلك عندما نزن اسما منتهيا بالتاء المربوطة لابد أن نعود إلى جذر الكلمة ثم نزنها كما فعلنا في الأفعال التي حذفت حروفها لكن هنا نبقي التاء المربوطة عند الوزن ونبحث عن الحرفين الباقيين في الجذر وما يقابلهما في الميزان فإذا قلنا سيمة فجذرها وسمة ووزن وسمة فعل و س ما ف ع لا إذن السين هي عين الفعل والميم هي لام الفعل ونضيف التاء المربوطة فتصبح علة سيمة علة والآن دعوني أجرب الميزان لوحدي مع الكلمات المزيدة لأرى كيف يعمل وسأخبركم بها في فيديو آخر تصبحون على خير اشتركوا في القناة